إن أرض أسلافنا لا تباع بالذهب والضراهن ولقد حصلنا على كل شبر منها ببذل دماء أجدادنا ولن نفرط بشبر منها قبل أن نبدل كل دماءنا دفاعا عنها لماذا نطرق القدس؟ إنها أرضنا في كل وقت وفي كل زمان وتقع في أرض إسلامية ولا بد أن تظل القدس لنا الناصر صلاح الدين الأيوبي في النص الأول من شهر يوليو ذكرى معركة من أهم المعارك في التاريخ الإسلامي وموقعة تاريخية غيرت وكتبت في التاريخ أحداث كبيرة وعظيمة موقعة حطين والناصر صلاح الدين الأيوبي القائد والمنتصر في المعركة قصة مش محتاجة إن إحنا ناخد وقت في فكرة إنترو لنقدمه أو حتى نضيع وقت يلا بينا بقى نعرف القصة والحكاية بدأت منين في عام 532 هجري اللي بيوافق 1137 ميلادي وبالتحديد في قلع التكريت الموجودة في قرية قديمة في بغداد اتولت صلاح الدين ابن يوسف ابن أيوب ابن شازي لعائلة كردية وكريمة الأصل اتعرفت باسم الروادية والده كان لقبه نجم الدين أيوب من أكبر قبائل الأقراض اللي ملكت الشام ومصر في الفترة دي تحت اسم الدولة الأيوبية قلع التكريت كانت من القلاع المحصنة جدا وكانت بتطل على نهر دجلة الفرس بنوها من فترة قديمة علشان تكون حصن ليهم وكمان مكان للزخيرة الجدير بالذكر إن القلعة دي فتحت على يد المسلمين أيام الخليفة عمر بن الخطاب في العام 16 للهجرة صلاح الدين الأيوبي اتولت في يوم حصل فيه حادث غريب في بداية اليوم أحد القادة الموجودين في القلعة تجرأ على امرأة في شرفها الأمر اللي خلى شير كوه عم صلاح الدين يقتله من انتقاما للشرف والمروقة بعدها أمر والي بغداد مجاهد الدين بهروز نجم الدين والد صلاح الدين وشير كوه عمه بمغادرة الألعة من كتر خوفه عليهم وفي نفس اليوم بالليل خرجوا العيلتين من القلعة متوجهين لمدينة الموسى وحافظ على مرواحه لمكاتب التعليم علشان يحفظ أولا القرآن الكريم ويتعلم القراءة والكتابة وعلى أيدي أكتر من عالم تعلم قواعد اللغة العربية ومبادئ النحو وأجمع المؤرخين أن صلاح الدين الأيوبي استفاد من العلماء اللي وفدوا للشام أيام الأمير نور الدين خصوصا بقى لما كان بيروح للمسجد الأموي وبيستمع لخطب الشيخ عبد الله بن أبي عصرون وتعلم الرمي والصيد والفروسية وتدرب كمان على الأعمال الحربية وفي عام 1176 تزوج من عصمة الدين خاتون بنت معين الدين حاكم دمشق ورزق الله عز وجل منها بتلت أولاد الأفضل ابن صلاح الدين والعزيز عماد الدين والظاهر غازي وبدأ حياته المهنية لما اشتغل مع عمه شيركوه اللي كان تحت إمارة الأمير نور الدين وبعدها سافر لأم الدنيا مصر في الفترة دي حدث صراع سلاسي بين ملك القدس الأول وبين شيركوه وبين شاور وزير الخلافة الفاطنية في مصر وبعد وفاة شيركوه واغتيال شاوره أصبح صلاح الدين الأيوبي قائد قوات السورية في مصر اللي كان عمره وقتها 31 سنة وبعدها غزع صلاح الدين شواطئ شمال أفريقيا كلها وبعد كده دمشق واليمن وأخيرا فلسطين واستطاع صلاح الدين الأيوبي خلال الفترة دي أنه يكون مملكة عظيمة تنتد من شمال العراق والشام ومصر صلاح الدين الأيوبي في الفترة دي كانت نظرته أبعد من أنه يكون مملكة وخلاص كان حلم صلاح الدين الأيوبي كبير وعظيم وحبه للمسجد الأقصى كان دايما مخليه على ترقب وانتظار اللحظة اللي حيتحرك فيها لتحريره وبالفعل جت له اللحظة دي على طبق من دهر في عام 582 هجري اعتدى أمير حصن الكرك اللي كان اسمه أو لقبه أرنقوت على قافلة تجارية خاصة بصلاح الدين الأيوبي ووقتها كان فيه هدنة بتسمح بمرور القوافل بين الشام ومصر بشكل آمن طلب صلاح الدين الأيوبي من الحكام السلبيين بالتعويض لكنهم رفضوا فكانت الحادثة دي فرصة لصلاح الدين الأيوبي للقضاء على السلبيين واستعادة القدس للمسلمين بدأ صلاح الدين الأيوبي في تجهيز جيش المسلمين اللي كان فيه أعداد كبيرة من مصر والعراق والشام وفلسطين خرجت الجيوش الإسلامية وتقابلوا في حصن الكرك وقدروا يقضوا على قائد حصن الكرك أرنقوت بعدها عرف السلبيين بتوجه جيوش المسلمين وبدأوا هم كمان يجهيزوا الجيوش قاد صلاح الدين الأيوبي الجيش باتجاه حطين بالقرب من بحير الطبراء وكانت خطة صلاح الدين الأيوبي محاصرة السلبيين في تلال حطين وتلال حطين في الفترة دي كانت عبارة عن قرية بتتوافر فيها الميا والمراعي والشجر والضل وده كان معسكر المسلمين على عكس معسكر السلبيين اللي كان على هضبة حطين الجفة المكان اللي ما فيهوش ولا ميا ولا مراعي ولا شجر ولا ضل على امتداد الطريق فضل السلبيين طول الليل من كتر العطش يشربوا في الخمرة بدلا من المير وبعدها بفكر وبدهاء صلاح الدين الأيوبي حرق كل الشجيرات والأعشاب الصغيرة الجفة على هضبة حطين الموضوع اللي أدى إلى انهيار معنويات السلبيين بعد احصارهم على هضبة حطين وفي يوم السبت الموافق 25 من ربيع الثاني عام 583 هجري الموافق 4 يوليو زي الأيام دي عام 1187 ميلادي كان جيش المسلمين بقيادة صلاح الدين الأيوبي 12 ألف فارس و13 ألف من جنود المشاة وعدد كبير من المتطوعين ورجال الاحتياط وعلى من ناحية الثانية قوات الصلابية 22 ألف بين المشاة وبين الفرسان وتضم ليهم عدد كبير من المتطوعين ووصل عددهم لستين ألف بدأ المسلمين في الهجوم واشتد القتال بين الطرفين فكان النصر في النهاية حليف المسلمين وكانت بداية لفتح بيت المقدس وتحرير المسجد الأحسن وبعدها تم الفتح وإنهاء الحكم الصليبي في كافة مناطق العرب اللي كان بيحكمها الصلابيين وبعدها دخلت قوات صلاح الدين الأيوبي في المدن الساحلية كلها جنوب ترابلس وعكة وبيروت وصيدة ويافة وقيسرية وعسقلان والحصول والقلاع استسلمت لحكم صلاح الدين الأيوبي والباقي من قادة القوات الصليبية هرب لأنطقيا مقر الحكم الصليب صلاح الدين الأيوبي اتميز بأخلاقه الحميدة وصفاته المميزة وكان من محبين سماع القرآن الكريم والأحاديث النبوية بشغف كبير جدا حتى أن صلاح الدين الأيوبي كان بيشترط في إمامه أنه هو يكون عالم بالقرآن الكريم متقنا في حفظه وكان كثير التعظيم لشعائر الدين وكان عفيف النفس وزاهد في الدنيا وكان صلاح الدين الأيوبي من أكرم الناس حتى بعد وفاته بيفتحوا أخزانته ملقوش فيها غير 47 درهم من الفضة وجرام واحد بس من الدهر حكم صلاح الدين الأيوبي دام لـ 24 سنة أضى منهم 16 سنة راكب على الخيل مجاهد في سبيل الله وعاش أغلب حياته في الخيام وجميع متاع الدنيا ما فتنهوش وفي 14 سفر عام 589 هجري بعد موقع تحطين بـ 6 سنين خرج صلاح الدين الأيوبي علشان يستقبل الحجاج العائدين من مكة المكرمة وبعد عودته من مستيبال الحجاج أصيب صلاح الدين الأيوبي بالحمى الصفروي واشتد على صلاح الدين الأيوبي المرض وتزايد عليه تدريجيا لغاية ما بايت حالته خطيرة وعجز الأطباء عن شفاء وفي يوم الأربعاء 27 سفر عام 589 هجري الموافق 14 مارس عام 1193 ميلادي ازدادت حالته خطورة ودخل في غيبوبة ما فأش منها غير لدقائية وبعد صلاة الفجر لما فأ من الغيبوبة طلب بإحضار أحد المقرئين لسماع القرآن الكريم وقرأ المقرئ القرآن لغاية ما وصل لقول الله عز وجل فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم تبسم صلاح الدين الأيوبي وفاضت روحه إلى بارئها وفارق الحياة فارق صلاح الدين الأيوبي الحياة بعدما قدر في فترة بسيطة جدا أنه يجمع شتات أمة فارق الحياة وبقت ذكرى مخلدة في التاريخ بنتورسها جيل وراجيل فارق الحياة وسرته الطيبة وصفاته الحميدة المميزة قدوة لكل إنسان ودخن صلاح الدين الأيوبي في المدرسة العزيزية قرب المسجد الأموي في دمشق بسوريا اللهم واجمعنا معه في الفردوس الأعلى من الجنة يا رب أنا خلاص خلصت السلام عليكم شكرا